اعطيكم العافية اليوم بتكلم عن الفرق ما بين النوادي اللي موجودة في مختلف الدول بما اني انا كلما اسافر اروح لنوادي سواء فردية او نوادي جماعية في التدريب وادخل معاها واشوف الجو اقدر اعطيكم الفرق ما بين النوادي وكيف طريقة نفسية الاشخاص اللي موجودين في هذا النادي خلنا نتكلم اول شي عن النوادي الفردية اللي هي نوادي الحديد مثلا في السعودية في اليابان في ماليزيا في تايلند بعطيكم الفوارق إذا جينا تكلمنا عن اليابان طبعا بعطيكم الفوارق الإيجابية والسلبية في كل مكان إذا جينا تكلمنا عن اليابان بنحصل في اليابان هدوء صمت تام أنا ما أحب هذا الشيء أنا أعتبره سلبي بعض الناس يعتبرونه إيجابي وهم استنسين بهذه الطريقة أنه هدوء وكذا حتى في نوادي الحديد اللي هنا في اليابان إذا مثلا أنك جالس أنت على جهاز مستحيل أحد يجي معك ويقول أنا بدخل معك جلسات مستحيل هذا يصير في اليابان سواء أيام الكورونا ولا قبل أيام الكورونا دائما يخليك تخلص من الجهاز وما يحسسك أنه يبغى الجهاز يعني أنت ما تدري أن فيه أحد قاعد ينتظر الجهاز تلاقي أنتظرك بعيد في السعودية لا في السعودية يجي مثلا يقول لك آيب الشباب أدخل معك جلسة بهذه الطريقة ويدخل معك الوضع اجتماعي أنا أحب هذا الوضع الاجتماعي كثير فأنا أشوف هذه إيجابية في السعودية في اليابان لا نوعا ما يعني خلاص كل واحد للحالة وكل واحد متحفظ وكذا في بعض النوادي في اليابان الحديد بعض النوادي أو أكثرها ما تلبس الجزمة عزكم الله الجزمة اللي تلبسها في الشارع ما تدخل فيها لازم جزمة خاصة للنادي مثلا في السعودية مثلا في السعودية إذا جاء واحد يستخدم الجهاز ممكن أنه يقوم من الجهاز وما ينظف يترك أثر العرق حقه وهذه ظاهر عندنا ونعرف لكن في اليابان لا دائما ينظف المكان ويتركه هنا شوف عشان يجي اللي بعده يلاقي نظيف دائما اليابانيين يهتمون في الناس اللي بتيجي بعدهم طبعا بتكلم لكم عن تايلند وماليزيا بعد شوي حنا عندنا في السعودية عمالة تنظف لكن بعض الأحيان إذا كان العدد كبير ما تقدر تلحق في بعض الأحيان بسبب أن الواحد ما ينظف وراه في النادي يتصير ريحة معينة كذا ريحة رطوبة على عرق على كذا تمنع كثير من الناس لما يدخلون للنادي أنهم يسجلون فيه لأنه ما في تهوية جيدة حتى لو كان النادي كبير في أغلب النوادي فيه زي كذا طبعا 80% من الناس الموجودين في نوادي الحديد 80% من الناس اللي تتمرن حديد وملتزمة بالسعودية تلاقي عندهم نفسية للأسف يعني وهذا طبعا مو منهم هذا من الهرمونات اللي ياخذونها أنا أتكلم عن الناس اللي تاخذ هرمونات يطلع الأدرينالين بشكل عالي حتى لما أنك أنت تمرن من غير هرمون فما بالك لما أنت تمرن وتاخذ هرمون بيطلع الأدرينالين عندك بسرعة وبصرع تعصب حتى أنا شخصيا إذا أتمرن وفي عز التمرين وكذا ما أبغى أحد يجي يكلمني مثلا بشي تافه أو شي ممكن أتضايق لكن أقدر أسيطر الأخلاق تحكم كل شي لكن لما يكون واحد خارج عن السيطرة فإنه ياخذ الهرمونات وهذه الأمور ما يقدر يسيطر فيصير يسيء لللعبة ويسيء حق نفسها قبل اللعبة ويسيء حق دينة بعد لكن هنا في اليابان صنم متحرك ما في أي مشاعر ما تعرف هو محترمك ما تدري إلا لما تتكلم معه راح تعرف هو هذا يقعد يحترمك ولا ما يحترمك بس يعني إذا صار فيه نقاش وغالبا ما راح يصير فيه نقاش لأنهم هم أساسا ما حد له دخل في الثاني كل واحد بحالة وما في كمية الهرمونات اللي ياخذونها زي اللي عندنا للأسف يعني حنا كل شيء يعني كعرب دائما نبالغ في الأشياء بشكل كبير عمليات نروح عمليات بشكل كبير نتائج سريعة أنا أبغاء على طول نتائج سريعة هنا هذول اليابانين يتدربون من الصغر فاختلاف ثقافة يعني رياضية من ناحية اليابان وعفوا تايلند وماليزيا ماليزيا فيها قريب من السعودية من ناحية التنظيف وكذا فيها قريب لكن ماليزيا عندهم مشكلة في منظمة المدربين اللي عندهم مشكلة كبيرة منظمة فاسدة لأبعد الحدود منظمة يعني ما فيها تمشي على الأرض تلحف فلوس البشر من غير علم يعني طبعا أنا نتكلم عن النسبة الأكبر ما حدي يفهمني غلط أن الجميع النسبة الأكبر يعني يجيك مدرب ماليزي ياخذ فلوسك يعطيك برنامج البرنامج جاي من المؤسسة هو ما يعرف شي لو تقول لأ عدل على البرنامج ما يعرف ما عنده علم صفر علم هو مبرمج أن يعطيك برنامج انتهى الموضوع حتى أنا اثنين هم يخضعون لعدة اختبارات عشان ينجحون عشان يصيرون مدربين لكن المشكلة هذه الاختبارات يعني حتى اللي يختبرون ما يعرفون يختبرون وأكبر دليل أني أنا دربت اثنين مما صفر صفر علم ما فيه ومدخنين يطلعون على الكاردور يدخنون دربتهم كيك بوكسنج لمدة شهرين ثمان حصص تقريبا يعني أربع حصص في الشهر دربتهم من عندي كمتطوع يعني فانجحوا وكانوا يقولوا لي يلا أنا بغى نعزمك نعطيك كوكا كولا شوف يبغى يعزمني يعطيني كوكا كولا يعني شوف هذا هذا يبين لك كمية الجهل اللي موجودة أنا الحين مدربك تبغى تعطيني كوكا كولا عطني عصير طيب طازج يعني بس أبغى يبين لكم إنه ما يعرف شيء ونجح حافظ ومفاهم أي هذه الفكرة فصار مدرب يعني فصار يجرب على الناس تخيل أنك أنت تجيب دكتور هو ما هو دكتور بس أنك خلاص تدخل على يسوي عمليات وكذا يموث لكم واحد بعدين يبدأ تنجح العمليات مع التجارب هذا نفس الفكرة المدربين الماليزيين يشتكون عليهم كثير من الناس وكذا هذا بشكل عام في ماليزيا أما في تايلند في تايلند الوضع يختلف ما يركزون كثير التايلندين على التمارين الفردية يركزون على التمارين الجماعية اللي فيها الفنون القتالية اللي فيها الكروسفت وكذا عندهم كمية من الإبداع الخرافية لكن العلم الرياضي قليل لكن عندهم كمية التدريب خرافية قوية جدا ليش العلم الرياضي قليل لأنه عادي يتمرن يأخذ بطولات وتلاقي عنده كمية من البطولات ميداليات كثيرة وكذا لكن يشرب كل يوم الأكل حقه يعني ما عنده وعي في الصحة الغذائية اللي تعطيه دافع قوي في الرياضة يعني خلص هو بس يتمرن تمرين قوي بس لكن في الأكل صفر علم على الرغم أنه في شارع اسمه تشالونغ هذا الشارع في بوكت هذا الشارع من أفضل الشوارع عندي طولة ثلاثة كيلو متر فيه نوادي يمينك ويسارك سكن للنوادي يمينك ويسارك مطاعم صحية يمينك ويسارك وفي عندهم محلات رياضية يمينك ويسارك ثلاثة كيلو تلاقي الصباح كل الناس يطلعون جري يعني هذا الشارع المفضل حقي أمام مواضيع الشارع العرب وكلام الفارغ هذا والبيتش وكذا ما أروح إلا زيارة فقط أزور البيتش كذا شوي وأرجع للشارع حقي تمرين صباح وعصر من أفضل الشوارع يعني أنا بس أحب تايلند لهذا الشارع فقط يعني أنا على طول تايلند على بوكت على شارع تشالنغ بس تمرين خرافي الجو ومؤدبين محترمين التايلندين على فكرة جدا مؤدبين لكن إذا صارت بينك وبين واحد مشكلة أعانك الله يتجمعون عليك لكن في بعض التايلندين يدافعون عنك لأنك أنت مصدر دخل لهم فيحترمون السياح فبعض رحلة تكون أمورك طيبة لكن لازم تنتبه يعني وغير كذا هذا الشارع اللي أتكلم عنه أقل واحد يعني واحد ما يعرف في الرياضة شي تلاقي عنده سيكسباك من كثر من الشارع فل من الرياضيين الأوروبيين وكذا للأسف ما تقدر تشوف عرب كثيرة هناك للأسف يعني العرب تشوفهم شارع العرب بس تعال للشارع شالنغ ما تلقى أحد يعني فيه كم واحد ممكن تلاقي من مصر جاي ولا من كذا من أي دولة ممكن جاي يبغي يدخل بطولة مثلا جاي يتدرب في تاينان ثلاثة سابيع شهر وبعدين بيرجع موجود هذا الشي فهذه الفوارق حبيت أشارككم إياه وإن شاء الله المرات الجاية رح أتكلم عن الفوارق ما بين النوادي الجماعية في نفس الدول اللي ذكرتها شوكم على خير